دكتورة أكو أفكار سيطرت على المرأة قليلت يعني بعدت عندنا رياضة والله هو الرجل أثر أفكار الرجل أثرت على المرأة يعني سابقا هم كانوا بالزوجات لا 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 أفكار اليوم ترى الرجل بالماضي يعني أبوي دل الأمي ولبسها أكثر من ما اليوم أنا لابسة جديات ولا يعني أنا رايحة للجامعة بوقت والدتي وخالاتي ما اليوم طالباتنا ما متصرفين مثل ذاك الجيل رغم ذاك الجيل كان راقي بكل معنى الرقي من الاحترام من الأدب من التقافة ولكن كان منفتح وتشوف انفتاح بذاك الفترة أنت مجال أن المرأة تكون في تواجد في الملائب أن تكون تنطي إنجاز عالي بالرياضة يعني كل تفوقاتنا كانت بالفترات بها ازدهار ثقافي وازدهار مجتمعي اليوم أنا أعتقد المرأة تريد بس أكون فتاح الدكتور هسا نحن نجح نشوف الملائب موجودة متنزهات هناك عوائل أكو بيها نساء ومراكز الجيم انفتحت موثلقة ترجمة نانسي قنقر